اي باب بعد باب لسير التقيم باب من الشرك لبسوا الحلق والخير ونحوهما رأس الثور أعين الذئاب سمك حوت يضع كثير من الناس على باب المنزل على السيارات على الأولاد التمائم وبعض الأشيار وبعض الخلق السوداء ورأس الثور وعينه كف وحافر الفرس صحيح وأشيار البحر وأشيار غريبة هكذا ويكتب مثلا العين الحسود لا تسوء عيون الناس صابتني ورب العرس من الجامعة وكثير عندكم هناك يكتبوا على ذكشة ويكتبوا على كده لماذا تصنع هذه الأشيار؟ إذا تعتقد أنها هي التي تمتع تجرب المنافع تدفع مرضاها من دون الله شرك أكبر تعتقد أنها أسباب فهذا شرك أسهر لأن الله سبحانه تعالى ما جعلها أسباب باب من الشرك الأكبر والأسهر سبحان الله الآن يقول إذا يعتقد إذا بعض لم يقل الأكبر ولم يقل الأسهر بعض من الشرك الأكبر أو الأسهر بحسب الاعتقاد إذا يعتقد تأذيرا بلاده هذا من الشرك الأكبر يعتقد أنها حسب بعضا والله سبحانه ما جعلها أسباب فهذا شرك أسهر باب من الشرك لقص الحلقة والآن انتشرت كثيرا عند كثير من الناس يضع سبحان الله يعني على بدني وكذا والرصومات كأنه يعني لا يوجد عندنا ما يسميها الآن سفورة لا يوجد سفورة فإرسموا يبدأ الرسم على بعض الناس نسل الله عافية السلامة نفس الحلمة والخير ونفرهمة لرفع البلاء يعني بعد نزولك أو دفعك قبل نزول لماذا تضع خالل الذي نره لماذا تضع خالل الآن فيروسها يسموه كورونا المسلم سيأتي معنا لا يتطيع المسلم دائما يعني يتفاق صحيح يتفاق صحيح لابد نعضب بالأسباب نعم لا عدوى سيأتي معنا يعني لا تقول هذا المرض معين ينتقل بذاته لا هذا انتقاد الجاهلين العدوى تنتقل بإذن الله علينا الأخذ بالأسباب من الأخذ بالأسباب الرطية شرعية أذكار الصباح المسلم من نزل منزلا أي منزل تنزل فيه تنزل الصيف مثلا تقول أعود بكلمات الله التامات من شر ما خلق عن خول بنت حكيم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من نزل منزلا أي منزل تنزل فيه تعبط الطائرة أحسن من التطعيم وأحسن من كل شيء تقول أعود التجع ترسل بمن؟ هذا الموضع الانتجاه بغير الله شركة كبر صح؟ الانتجاه بهذا الموضع إنه لا يقدر عليه إلا الله أعوذ بكلمات الله التامات إثبات سفة الكلام لله سبحانه وتعالى ولهذا هذا الدليل من أقوى الأدلة على إثبات سفة الكلام لله سبحانه وتعالى عندنا ادلة كثيرة على بصفة الكلام لله. من اقوى الادلة هذا الدليل في السنة. كيف? اي انسان ينكر كلام الله سبحانه وتعالى تقول تعالى الاستعادة والاستغاثة بالمخلوق بما ما يقدر عليه الله. شيرك ايش? اكبر يقول صح. تقول طيب اذا نزلت منزل ماذا تقول? قال اقول اعود بكلمات الله. لو تقول كلام الله مخلوق. هذا معنات. تستعيد المخلوق. هذا الشيء اكبر. ولو تثبت لله سفة الكلام ويسحل استعادة بالله بأسنان وصفاتي فأنت موحد تثبت الكلام لله سبحانه وتعالى. الاستجلال بهذا الحديث. علماء السنة يستجلون بهذا الحديث على اكبار سفة الكلام لله سبحانه وتعالى وجه الله. اعوذ بكلمات الله الجماعة. شر ما قلت. قل القرط به. وقد جربت ذلك. يقول انا مجرد هذا الحديث. وقد جربت ذلك. حتى اني دخلت يوما الى منزلي. ولم اقل فلدقتني عقرب. يعني سنين يمسي على هذا لم نصفه شيء. طيب قال لنا هذا الشيخ قال لا انا قلت الحديث ولدقتني عقرب. ماذا تقوله? نقول هذا خبر الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام والله لا يتخلق. الخلل فيك عندك. نقص التوكل ضعف التوحيد لعين عندك كلا كلا. صح? اينها? الان الفاتحة رقية كماها النبي صلى الله عليه وسلم قال وما يدني كنها رقية. تقرأ على المريض ولا يرى. خلل بالفاتحة. لا. لا والله. الخلل بهذا او بهذا المريض. ابن القيم اخواننا رحمه الله. يقول الم في مرض وانا بمعك. فاخذت اقرأ الفاتح ابن القيم واوكذل 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 ووجدت اذرها بعد حين. مفهوم الخرق ما يمكن يكون في الكتاب والسنة. ولا يمكن. الآن. ألم?